السلام عليكم ورحمة الله يا هلو يا مسهلا رمضان قرب الله يبلغنا يا رب وسحور رمضان مو سحور بدون الكبسة خاصة ما تكون كبسة لحم زي كذا حلوة ونثرية زي متشايفين ما شاء الله معزة بالنكهات والالوان طبعا بكل بساطة رح نقلب بصل اختصرت خطوة البصل والزيت والفلفل وعلى طول جبت البهارات اضافتها اللي هو حكتب لكم مقادير اللي هي قرفة وليمون ناشف كوز برا ناشفة وبهارات مشكلة وورق الغار وضفتها على البصل لما طلعت ريحتها وبعدين رميت اللحمة اللحمة عندي طازة ومشاء الله خروف صغير مشاء الله تبارك الله طبعا هنا جالسة لسه اضيف البهارات لما اضيف البهارات مع البصل تعطيكي نكهة اجمل واقوى للكبسة والأكل عامتين طبعا انا اضفت البهارات الجافة وبعدين اضفت البهارات مشكلة و الملح طبعا الملح قدري انت حسب رغبتك انا طبعا احط حسب التقدير و زي متشايفين انا اصلا جالسة عملت طبخة في قدرة الضغط او في حلة الضغط عشان اللحمة بتحتاج سوا هنا الفلفل الاسود كل اشاء المقادير اكتبها في صندوق الوصف بإذن الله بس اعطيها تقليبة كده لما لغاية اللحمة ياخذ طعم البهارات اضفت لها شوية موية بعدين جبت الطماطم المعلبة حبتين تقريبا السلسة تقريبا ملعقة عشان كده تعطيك لون حلو و غامق للكبسة و ابتديت اضيف الموية النهائية لغاية ما اغطي اللحمة تقريبا اربع اكواب اضفتها شوفوا ما شاء الله تبارك الله كيف لون المرقة بعد مستوى اللحمة اديتها نص ساعة و ارجع اطبخه مع الرز عشان الرز ياخذ النكهة الرز تقريبا اربع كاسات او ثلاث كاسات ونص رز بسمتي غسلته من غير نقع اضفته على المرقة و ارجع اضغط الرز كمان خمس دقائق لا اكثر مع اللحمة برضو طبعا هذي اسرع طريقة الكبسة شوفوا كيف ماشاء الله شكلها في غاية اللذة والجمال لا تنسوني من اللايكات و الدعم و اشوفكم على خير اشتركوا في القناة